السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الفيديو ده ان شاء الله هنشوف طريقة تثبيت روم معدل على تليفونات سامسونج لو انت عاوز تثبت روم معدل على جهازك لازم تشوف الفيديو للاخر مرة واثنين علشان تقدر تنفذ نفس الخطوات زي ما هي في الفيديو بالزبط التليفون اللي معايا النهاردة هو تليفون M52 عليه اندرويد 13 بواجهة One UI 5.1 هنسبت النهاردة روم معدل على الاستوك روم بتاعت سامسونج نسخة اندرويد 14 بواجهة One UI 6 النسخة دي مسحوبة من السوفتوير بتاع جهاز سامسونج جالكسي S23 ومعدلة طبعا للعمل على جهاز M52 وبالمناسبة لازم نبقى عارفين ان احنا لما نيجي نسبت روم سواء كان رسمي او معدل لازم يكون متطابق مع جهازنا بالضبط بنفس الحروف ونفس الارقام لان تثبيت روم غير مناسب ممكن يبقى واجهة الجهاز ولازم برضو نبقى عاملين حسابنا ان تثبيت الروم هي فارمت الموبايل بالكامل يعني لازم تبقى واخد نسخة احتياطية من كل البيانات بتاعتك هنلاقي كل الروابط اللي محتاجينها في صندوق الوصف وهنلاقي برضو رابط الروم على منتدى XDA اللي موضح فيه كل التفاصيل والروابط الخاصة بالروم هنحتاج نحمل خمس ملفات زي ما هو موضح في الفيديو اول ملف هو الروم المعدل وده الرابط بتاعه وده طريق تحميله مساحته تقريبا اربعة جيجا لو عندك كارت ميموري في الموبايل هتنقل عليه الروم بعد التحميل ولو ما عندكش كارت تابع الشرح وقولك هننقله ازاي تاني ملف هنحمله هو برنامج الاودين وده الرابط بتاعه تالت ورابع ملف هيتحمل هي ملفات الريكوفري وده عبارة عن ملفين ملف الريكوفري هنلاقيه في الصفحة بتاعة الريكوفري هنا هننزل لتحت هنلاقي الرابط بتاعه واندغايف ونحمله وهنحمل الملف ده ملف صغير مسافته تقريبا 20 كيلو بايت خامس ملف هيتحمل هو ملف تعريف سامسونج لو موبايلك مش متعرف على الكمبيوتر هتلاقيه في الرابط ده ولو موبايلك متعرف مش محتاج تنزله غير كده هتلاقي رابط كتير مرفقة في البوست بتاع الروم احنا مش هنحتاج منها حاجة خالص غير الروابط اللي حملناها بس الفيديو هيتقسم لأربع أجزاء رئيسية الجزء الاول هنوضح فيه بعض المصطلحات المهمة اللي لازم تعرفها مع تثبيت الرومات المعدلة الجزء التاني طريقة فتح البوت لودر الجزء التالت تثبيت الركابر المعدل الجزء الرابع هو تثبيت الروم المعدل وقبل ما نبدأ الشرح في بعض المصطلحات اللي لو انت جديد فعلا من الرومات المعدلة لازم تبقى عرفها لانها هتتكرر معنا كتير في الفيديو اول حاجة هي الروم والروم ده عبارة عن نسخة السوفت وير اللي بتتثبت على التليفون وبيبقى نوعين استوك روم او روم رسمي ودي هي الرومات الأصلية من الشركات المصنعة للهواتف زي سامسونج وغيرها وطبعا اشهر موقع نلاقي عليه الرومات الرسمية لاجهزة سامسونج هو موقع سام موبايل تاني نوع من الرومات هي الرومات المعدلة ودي بتبقى رومات معدلة على الاستوك روم بتاعت الجهاز او جهاز اعلى منه او من الاندرويد الخام بتاع اجهزة جوجل او اي استوك روم تاني لي شركات تانية والغرض من كده بيبقى توفير المميزات اللي في اجهزة الفئة العليا للاجهزة المتوسطة او اللي الاقل منها او التحديث لنسخة اندرويد اعلى من المسبتة على الجهاز او حسف بعض البرامج او الخصائص الغير مستخدمة لتخفيف الجهاز وتحسين اداؤه والرومات دي بتبقى موجودة على منتدات معروفة واشهرها طبعا منتدى XDA اللي احنا حملنا منه الروم اللي هنستخدمه في الفيديو النهاردة وعلشان نسبت الروم على الموبايل لازم يكون عندنا جهاز كمبيوتر او لابتوب هنستخدمه في تثبيت الريكاوري تاني حاجة لازم تعرفها هي الاودين وده برنامج بيستخدم في تثبيت الروماتة الاصلية لاجهزة سامسونج وتثبيت الريكاوري سواء كان ستوك او معدل تالت حاجة هي الريكاوري وهو عبارة عن قائمة فيها ادوات واعدادات تخص النظام او هو لوحة تحكم تخص الاجزاء الاساسية من النظام اللي بتتحكم في العمليات المهمة اللي بيقوم بها جهازك زي عمل ريسيت او مسح ملفات التخزين المؤقت او الكاش وده برضو فيه منه رسمي اللي بيبقى في النسخة الرسمية من السوفتوير او معدل وده بيديلك صلاحيات اكبر في الجهاز وده اللي هنستخدمه النهاردة في تثبيت الروم بتاعنا اخر مصطلح معانا هو البوتلودر وهو عبارة عن قود برمجي بيقوم بتحميل نواة النظام او الكيرنل للذاكرة العشوائية يعني اهو حلقة الواصل بين نواة النظام كسوفتوير والذاكرة العشوائية كهاردوير عشان يبدأ التليفون في العمل وده بيبقى مقفول من الشركات المصنعة وعلشان نقدر نسبة روم معدل لازم نفتح البوتلودر وده هيبقى اول حاجة هنعملها في الفيديو النهاردة نيجي للمرحلة التانية في الفيديو وهي فتح البوتلودر علشان نفتح البوتلودر لازم نعمل حسن لحساب سانسونج من التليفون وما يكونش معموله لك سواء ببصمة او باترن او بسورد انا شخصيا عملت فورمات كامل قبلها بعد كده ندخل على وضع المطورين ولو مش عارف ازاي تفعله هتلاقي فيديو في علامة الاي اللي فوق دي بيشرح لك طريقة تفعيله من وضع المطورين هنفعل خيار OEM Unlocking او فتح OEM بعد كده هنقفل التليفون ونضغط على زر خفض ورفع الصوت بالشكل ده وفي نفس الوقت نوصل الموبايل بالكمبيوتر لحد ما يظهر لنا الشاشة دي هنلاقي كلمات غريبة بالصيني او بالكوري بعد كده هنضغط زر رفع الصوت مرة واحدة سريعة هيظهر لنا الشاشة دي هنضغط على زر رفع الصوت ضغطة مطولة بعد كده نضغط باور هنلاقي الموبايل عمل restart وبيتعمله reset او اعادة ضبط مصنع بعد كده نضغط باور في الخطوة دي الموبايل هيخد تقريبا في حدود 3 دقايق وبكده نبقى فتحنا البوتلودر وندخل على المرحلة التانية وهي تسبيت الريكاوري المعدد وده باستخدام الكمبيوتر والموبايل مع بعض هنقهل التليفون بالشكل ده ونتأكد ان احنا موصلين الموبايل بالكمبيوتر وبعد ما يقفل هندوس تاني على زر خفض ورفع الصوت مع بعض لحد ما تظهر لنا الشاشة دي ندوس مطولا على زر رفع الصوت وكده نبقى دخلنا على download mode هناخد بالنا هنا ان الoem lock مقفول وده معناه ان البوتلودر مفتوح هنروح في الكمبيوتر ونفتح برنامج الودن هنعرف ان البرنامج آر الموبايل لما نلاقي الخانة دي باية زرقة وهنلاقي هنا مكتوب added هنضغط على اختيار الAB ونختار ملف الركفر اللي احنا حملناه قبل كده ونضغط على اختيار الCB ونختار الملف الصغير اللي احنا حملناه اللي اسمه batched vbmate ونضغط على option ونشيل علامة الصح من auto reboot بعد كده ندوس start هتبدأ عملية تثبيت recovery لحد ما الاختيار ده يبقى اخضر ونلاقي كلمة pass بالشكل ده وكده يبقى recovery تثبت تمام الحمد لله ندخل على المرحلة الثالثة من التثبيت وهي تثبيت الروم المعدل بعد ما نزلنا recovery هنمسك الموبايل ونضغط على زر رفع الصوت والباور مع بعض لحد ما تظهر لنا الشاشة دي هنسيب الموبايل لحد ما يدخل على recovery ولو معرفتش تدخل على recovery هتلاقي فيديو في الاي اللي فوق دي بيشرح لك طريقة الدخول للrecovery هنضغط من recovery على ويب بعد كده format data ونكتب yes علشان نوفق على الفورمات بعد كده نضغط على العلامة الصح دي ونستنى شوية بعد كده نضغط على باك لو انت عندك كارت ميمور ينقل عليها الروم قبل كده هتتخطى الخطوة دي ولو ما عندكش هنروح للكمبيوتر ونلقل الروم للموبايل بالطريقة دي هنرجع للموبايل ونضغط install هيظهر لنا القايمة دي نختار منها الروم اللي احنا حطناه في الموبايل او لو موجود على الكارت نضغط على الروم بالشكل ده ومن هنا هنعمل swipe او تمرير للزر ده هيبدأ الموبايل بتثبيت الروم لازم يا جماعة نطول بالنا بالخطوة دي لان تثبيت الروم بياخد وقت طويل بعد خمس دقايق تقريبا هيكمل تثبيت الروم ويظهر لنا الشاشة دي هندوس على reboot system الموبايل هيعمل restart وهياخد تقريبا دقيقة علشان يدخل على السوفتوير الجديد ومبروك عليك الروم الجديد اخر حاجة عاوز اقولها ان في حاجة في الرومات المعدلة اسمها dirty install او dirty flash وده بيبقى بتثبيت اصدار من روم معدل على الاصدار اللي قبله من غير format وده بيكون بنفس الطريقة اللي ثبتنا بها الروم دلوقتي هندخل على recovery ونعمل install للروم الجديدة من غير ما نعمل format او wipe data كده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو لو حد عنده اي استفسار يكتب لي في التعليقات ما تنسوش تشتركوا في القناة شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته